المعارضة الشديدة للاتفاق النووي مع إيران والمطالبة بالانسحاب منه محور رئيس يجمع السقور الجدد في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشار الأمن القومي جون بولتون أحدث المنظمين للبيت البيضاوي سبق ووصف في عدة مقالات الاتفاق النووي مع إيران بأنه أسوأ صفقة في التاريخ داعيا لعدم التفاوض مع الإرهابيين والتراجع عنه وتعينه دفع مسؤولين إيرانيين للمطالبة بالتحالف مع روسيا والصين في مواجهة أمريكا ويرى محللون أن مجيء بولتون لمنصب مستشار الأمن القومي يعني أن الانسحاب من الاتفاق مع إيران بات في مقدمة موضوعات الإدارة الأمريكية طالما وجه انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما لتوقيعها لاتفاق النووي الإيراني مايك بومبيو الذي صار وزيرا للخارجية وصف نياه بأنه يسهل جهود طهران لتصبح قوة مهيمة في المنطقة ولا يقف بومبيو عند حد انتقاد الاتفاق الإيراني فحسب بل يرفض كذلك تدخلات إيران في المنطقة عبر حزب الله والحوثيين ودعم نظام الأسد مجلس الشيوخ الأمريكي كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب كروكر علق على التغييرات في الإدارة الأمريكية قائلا إن ترامب ماضي في طريقه للانسحاب من الاتفاق النووي في شهر مايو المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر